اشتركوا في القناة افضل بمشيئة الله للنادي الاهلي يستطيع اليوم ان يكتب التاريخ من جديد والحصول على البرونزية للمرة الرابعة على التوالي ارقام قياسية كبيرة جدا ان شاء الله باذن الله منتظر فريقا للنادي الاهلي انجاز كبير لمجلس الادارة للكل الحقيقة لكل اجتهد لكل تاعب لكل حاول انه يوفر كل صبل الراحة لفريقا للنادي الاهلي والجهاز الفني عشان يكون المردود كبير عشان الهدف هو جمهور النادي الاهلي واسعاد كل جمهور النادي الاهلي فبمشيئة الله النهاردة تكون فرحة كبيرة جدا على الجميع بالمجهود وبالشخصية وبالروح وبالقتال اللي احنا منتظرينه من لعبي النادي الاهلي كالعادة كابتن ايمان طبعا اليوم اللي يكون يوم المباراة الامور المعتادة لفريق النادي الاهلي بالنسبة لوجبة الفطار بالنسبة للمحاضرة الأخيرة اللي بيأكد فيها ميستر كولر على كل نقاط القوة ضعف كل الأمور الخاصة بمباراة اليوم في لامينجو البرازيلي واحد من الفرق المميزة جدا اللي محتاج تركيز كبير جدا من لعبي النادي الاهلي أيضا كمان ميستر كولر ان شاء الله يكون موفق في إدارته الفنية وفي تخطيطه المباراة وفي التشكيل في الأدوار اللي يمكن نادي الاهلي بإذن الله النهاردة يكون لها دور كبير جدا ممكن نشوف بعض التوزفات يا كابتن ايمان ممكن نشوف عدد من المتغيرات في اللعبين لان انت عارف المجهود الكبير جدا اللي بوزل من الانتقالات للسفر زي ما قلنا واحدة من أصعب السفريات على طريق النادي الاهلي في التنقلات من تتوان إلى طنجة إلى الرباط إلى طنجة مرة أخرى عدد كبير جدا من الساعات ومجهود كبير جدا من لعب النادي الاهلي فالروتيشن مطلوب الريكافر يمكن الحقيقة بيتعمل بشكل مكثف جدا عشان يحاول تجنب الإجهاد الكبير لكن إن شاء الله النهاردة لعبتنا يكون في معادها في يومها بإذن الله شخصية اللعبين وقلبها هو ده اللي إن شاء الله بإذن الله يقدر يحسب مباراة اليوم ويعود النادي الاهلي بالبرونزية اللي هكون غالية جدا جدا اللي هتدخل إن شاء الله في دولاب بطولة النادي الاهلي وتكتب في كل سجل اللعبية النادي الاهلي والجهاز الفني أيضا كمان المسندة لديهما الحقيقة مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وصل يمكن أمس مساء مع الوزير طبعا العامل فاروق نايا برئيس مجلس إدارة النادي الاهلي الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي وانت عرف طبعا كابتن أيمان كان متواجد معنا أستاذ محمد الجارحي أيضا كمان لأستاذ طريق أنديل دكتور محمد شاوي المعنس خالد مرتاجي كل الحقيقة عضاء مجلس إدارة النادي الاهلي في رسالة دعم كبيرة جدا للعابين النهاردة إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين إن شاء الله بإذن الله النهاردة لعابتنا تقدر تفرحنا تفرح مجلس الإدارة تفرح عضاء النادي الاهلي تفرح جمهور النادي الاهلي اللي متعطش وعنده شغف كبير جدا إن شاء الله النهاردة إنه شاهد فريق النادي الاهلي على منصة التتويج بمشيئة الله كابتن ايمن نهاردة يعني هقدر اقولك هنشوف من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الاهلي وجود الكابتن محمود الخطيب في تواجده مع فريق النادي الاهلي في المأسورة مع حفلة الفريق هيحيي لعبين هيسلمهم يديهم رسائل كبيرة جدا ومهمة جدا ان شاء الله تفرق معهم شكل كبير غاب الحياة الكابتن محمود الخطيب خلال الايام الماضية نظرا لنزلة البرد الشديدة لكن تواجد فنده اللي قاما امس وممكن الحمد لله تعافى بشكل كبير جدا وظهر مع اللعبين حضر معنا صلاة الجمعة امس فيرب ان شاء الله باذن الله يكون فالخير على فريق النادي الاهلي التقص الحمد لله مستمر يعني على هدوء النهاردة امس كان هواء شديد جدا جدا يا رب موعد المباراة الرابعة والنصف بتوقيت المغرب الخمسة والنصف بتوقيت القيرة يكون يومنا يكون ايضا كمان المناخ وكل الظروف تكون مع فريق النادي الاهلي دعواتها كابتن ايمن دعوات كل جمهور النادي الاهلي ورب النهاردة يكون يوم نصر عزيز عزيز جدا على كل جمهور النادي الاهلي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد طمنا على الاجواء وطمنا على صحة الكابتن